وخسر ممثل العراق الآخر في البطولة ذاتها فريق نفط الوسط بهدفين لهدف أمام الفيصالي الأردني في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسة المجموعة الثانية وبالنتيجة ذاتها تمكن فريق طرابلس الرياضي اللبناني من تحقيق الفوز على استقلال دوشامبا التاجيكي ضمن منافسة المجموعة ذاتها وبهذا يفرض الفيصالي الأردني صدرته على المجموعة الثانية جامعا أربع نقاط من تعادلين أمام استقلال دوشامبا وفوز على نفط الوسط الذي يقف في المركز الثاني بثلاث نقاط من فوز على طرابلس الذي يتساوى معه بالنقاط ليحتل استقلال دوشامبا المركز الأخير بنقطة واحدة